دعونا نحكي بصراحة أنه بدافق لهم غيروا شفراتنا الوراثية إذهب سأملك فتحك فيها من بعض الأقويل التي يتحدثت منك و أضعونا الجيل الخامس في عقونا و يسيطر علينا سيد فيه إذا بدافقوا الجيل الخامس أو الشفرات الوراثية كانوا من كانوا و منهم أي کرنا سيارتنا سيد وإمنا كنبيوتراتنا و عندنا تيليفناتنا و عندنا كماماتنا و أكلنا اللي منوكلوا من عندهم و دواننا اللي مني جيبوا من عندهم وهم لن ولا يعجموا الوسيلة إذا أرادوا ذلك في التحكم بحياتنا يعني المطعوم الذي يستخدم الآن وسيستخدم في الأردن بالمناسبة إحنا الآن في الأردن يعني مطعومان سيستخدمان قريبا إن شاء الله مطعوم فايزر ومطعوم ساينوفار يعني هذان المطعومان أجريت عليهما تجار مطعوم فايزر أنهى تجارب المرحلة الثالثة ونشرها جميعها مطعوم ساينوفار أنهى تجارب نشر التجرب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة قيد الإعداد المطعومان تم استخدامهما لملايين البشر وهذا يعطينا صفة تفضيلية أنك تلاحظ ماذا يحدث في العالم من استخدام هذا المطعوم هل هناك أعراض جانبية؟ كيف هي فاعليته؟ ما هي المخاطر التي لم نكن أعرف عنها؟ إذن نحن نتعفرج الآن نحن نشوف العالم نشوف أوروبا نشوف الصين نشوف الدول الخليجية حولنا اللي بتأخذ المطعوم نشوف بنشوف بنراقب لا يوجد ما يثير الاهتمام كثيرا بالنسبة للأعراض الجانبية في هذين المطعومين على الأقل فيما يحصل حولنا إذن نحن نراقب مطاعيم استخدمة منها ملايين ملايين الجرعات واستكملت على الأقل مراحل أساسية من تجاربها واستخدمت تقنيات إما كلاسيكية جدا كمطعوم سانوفار أو متطورة جدا كمطعوم فايزر إذن جرربت هذه المطعيم على أبنائهم سيدي على أبنائهم أحد شروط التسجير للمطاعيم في الأردن أن يكون المطعوم مستخدما في بلد المنشأ يعني بالعربي مجربينه على أولادهم مجربينه على جماعتهم مجربينه على ربحهم يعني هذا المطعوم لأنه بالحالة يعني أنت بتأخذ مطعوم نأخذ طمأنينة زيادة عن اللزوم أو زيادة بشكل طبيعي إذن سيدي أيضا دعنا نكون يعني صريحيا أكثر من المؤلم والمحزن جدا أننا في القرن الحادي والعشرين عصر العلم والتكنولوجيا الجنوب البشري كان يأخذ سنوات لفكهي الآن يأخذ دقائق إنتاج المطاعيم كان يأخذ سنوات 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 الآن تدخل الكمبيوترات الحديثة جدا في عملية معرفة الأزائر التي يمكن أن يصنع لها مطنوعهم أو لا يصنع وتدخل في التوافيق والتباديل والرياضيات عمليات حسابية معقدة جدا يعني تقوم بها كمبيوترات معقدة جدا اشتركوا في القناة